فريج الكرب كان إذا حدث كرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فيفرج الله الكرب ما هو؟ كما روى الإمام البخاري في صحيحه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أين الدعاء؟ الدعاء يكون فيه طلب يكون فيه رجاء يرجو ويقول يا ربي فرج الكرب افعل كذا هذا ما زاد على لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم قال لك لأن الذي يذكر ربه يعطيه الله أكثر ما يعطي السائلين أفضل مما يعطي السائلين ومن هنا كان الذكر ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب وأقول رب العز من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة وإن أتاني يمشي أتيته هرولا وعلى هذا كانت عباداته المالية تتمثل في الجود كان أجود ما يكون في رمضان والذكر والدعاء والاستغفار